المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة قمة الأسد بوتين في موسكو تأكيدون على دعم الشرعية السورية ومواجهة الإرهاب الرئيسان الروسي والسوري وأكداني أن العمليات العسكرية ذات هدف سياسي وأن القرار للشعب السوري لقاء قمة مليء بالرسائل السياسية على وقع العمليات العسكرية المتواصلة للطائرات الروسية في سوريا أمية استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد في موسكو أنه تأكيد وتشديد على الدعم الروسي لما يمثله الرئيس الأسد من شرعية في سوريا الكسر الروسي للحصار الإرهابي حول المدن السورية ترافق مع كسر سياسي لأي حديث عن عزلة للرئيس السوري ففي الشكل كان اللقاء قمة بين رئيسين وفي المضمون هو إصرار على مكافحة الإرهاب ومواصلة التعاون العسكري مع التوافق على أنه المدخل للحل السياسي كهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا وضرب الإرهاب منعا لارتداده شرقا وغربا هذه القمة تقطع الشك باليقين حول دور الرئيس الأسد في العملية السياسية المرتقبة لوضع حد للحرب على سوريا وتزيد القناعة بأن البحث السياسي عن الحل يبدأ بعد القضاء على الإرهاب وأن هوية الرئيس السوري حددها الشعب في انتخابات لا تستثني أحدا هذا الموضوع سيكون محور النقاش لهذه الليلة في المسائية ولكن قبل الدخول في التفاصيل نتوقف مع موجز لأهم الأنباء أهلا بكم أفادت وسائل وعلام إسرائيلية بوقوع عملية مزدوجة في منطقة بيت أمر هي عملية دهس وإطلاق نار أدت إلى إصابة خمسة إسرائيليين كذلك أفاد مراسل الميادين باستشهاد الفلسطيني هاشم العزة في الخليل اختناقا بعد تنشقه الغازات التي أطلقتها قوات الاحتلال إلى هذا استشهد شاب فلسطينيون بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة آدم شرق رامالله وسائل وعلام إسرائيلية قالت أن الشاب طعن مجندة إسرائيلية وأصابها بجروح طفيفة قال المرشد الإيراني السيد علي خامنائي أن وضع الأطراف المفاوضة عقوبات جديدة هو نقض للاتفاق النووي وعلى الحكومة الإيرانية وقف العمل به وقتها وأضاف أن أي تصريح قائم على بقاء هيكلية العقوبات يعني نقض للاتفاق النووي وفي كلامه للرئيس الإيراني حسن روحاني لفت خامنائي إلى أن واشنطن اعتمدت في الموضوع النووي وغيره من القضايا أسلوب العداء ومن المستبعد أن تعمل بغير هذه الطريقة مستقبلا قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه جرى اعتراض محادثة لقادة من داعش مع قادة من جبهة النصرة جرى خلالها الحديث وعن إمكانية توحيد الصفوف لمواجهة الجيش السوري وأوضح كوناشينكوف أن المعلومات من وسائل الاستطلاع الروسية تدل على بدء عملية تفاوضية للوحدة بين فصائل كبيرة من جبهة النصرة من جهة وداعش من جهة أخرى كشف مسؤول كردي عن إعلان إقليم جديد يضم بلدة تل أبيض على الحدود مع تركيا ضمن الإدارة الذاتية المعلنة من قبل الكرد قوات حماية الشعب كانت قد سيطرت على بلدة تل أبيض بدعم من ضربات جوية لطائرات التحالف الأمريكي وبعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش في المدينة قال وزير الخارجية القطري خالد العطية أن بلاده لا تستبعد النظر في الخيار العسكري في سوريا ولن تستبعد أي عرض مع السعودية وتركيا في سبيل تحقيق ذلك وفي تصريحات لمحطة سي أن أن أشار العطية إلى أن قطر لا تعتبر مسلحي أحرار الشام في سوريا متشددين أو جماعة إرهابية بل من جماعات المعارضة السورية المعتدلة على حد تعبيره ورد على تصريحات العطية أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد للميادين أن سوريا ليست لقمة سائغة لأحد وشدد على أنه إذا ما نفذت قطر تهديداتها فدمشق ستنظر إلى ذلك على أنه عدوان مباشر عليها وأضاف أن الرد السوري سيكون قاسيا جدا إذا اعتدي على دمشق وتابع أن بلاده ستستمر بالدفاع عن الشرعية الدولية في وجه من يدعم الإرهاب والقتله علمت الميادين أن السعودية طلبت من الموعوث الأممي لليمن رجع عقد مؤتمر جينيف الثاني بشأن اليمن لعدة أسابيع على أن يبحث إذا عقد استسلام أنصار الله وتسليم سلاحهم مصادر دبلوماسية أكدت للميادين تأجيل عقد المؤتمر ميدانيا استشهد 25 شخصا وأصيب عدد بجروح في قصف عشوائي على مدينة تعز وسط اليمن فيما تستمر المعارك بين الجيش اليمني وقوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي كذلك استشهد شخصا في غارات للتحالف السعودي على صنعه مراسل الميادين أفاد بأن طائرات التحالف أغارت للمرة الأولى على جزيرتي بحيس وزحال في البحر الأحمر أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن بلاده ستقدم المساعدة الفعالة لسوريا بوجه الإرهاب أضاف أن الشعب السوري خاض حربا بنفسه لسنوات بوجه الإرهابيين وحقق نتائج إيجابية موقف بوتن جاء خلال القمة التي جمعته بالرئيس السوري بشار الأسد في موسكو الأسد من جهته قال أن العمليات العسكرية السورية والروسية لضرب الإرهاب لها هدف سياسي يخدم ما يقرره الشعب السوري إنها الزيارة التي طال انتظارها جاءت مفاجئة وتحمل فطياتها أكثر من بعد لكن الجلية فيها دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنظيره السوري بشار الأسد أهمية هذه القمة أنها جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الروسي الذي أراد بذلك أن يظهر للعالم كله أنه الرجل الذي إذا وعد أوفى مجيء الرئيس السوري إلى موسكو ومغادرته إياها في يوم واحد من دون أن يعلم أحد بذلك يعني أن الأسد ليس في عزلة وأن روسيا قوة عظمى وقادرة على القيام بعمليات دقيقة سواء أكانت عسكرية أم استخباراتية أم لوجستية مباغة لكن البعد الأساسي للقمة هو تأكيد الدعم السياسي والعسكري للقيادة السورية فيما يخص التسوية في سوريا نحن ننطلق من أن الديناميكية الإيجابية التي نراها أثناء العمليات العسكرية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق تسوية على مدى طويل استنادا إلى عملية سياسية لمشاركة كل القوى السياسية والعرقية والطائفية وفي المحصلة فإن الكلمة الفاصلة ستكون بلا شك للشعب السوري يتماهى كلام بوتين مع موقف الرئيس السوري فيما يخص الرؤية للحل في سوريا الحل في النهاية سيكون سياسيا ولا أحد يفكر بمشاركة عسكرية إذا كان لديها بالنهاية هدف سياسي يخدم هذا الشعب وبكل تأكيد يجب أن يكون هدف سياسي الذي يقرره الشعب السوري مستقبل سوريا بالشكل الذي يرى هو هدف ناجم من الواضح أن هذه القمة تحمل بعدا تكتيكيا وتمهد لمرحلة جديدة في معالجة الأزمة السورية استقبال الرئيس السوري في روسيا يعني أن موسكو تعتبر الحكومة التي يقودها الأسد حكومة شرعية ولا يجوز إسقاطها بل على العكس يجب دعمها لأنها تشكل عامل استقرار كونها القوة التي تحارب داعش على الأرض ثم تستنتاجات يروج لها في روسيا بأن موسكو ستضاعف وطرة طلعاتها الجوية في سوريا لتمكين جيشها وحلفائه في الميدان من كسر المعادلة العسكرية على الأرض تمهيدا لعملية سياسية يكون زمام المبادرة فيها للدولة السورية سلام العبايدي موسكو الميادين لمناقشة هذا الملف معي الآن مباشرة من بريطانيا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن الدكتور فواز جورجوس معي أيضا من العاصمة السورية دمشق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد كزبري معي من أنقرة المحلل السياسي البروفيسور خيري كرباج أغلو وأيضا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة كوميرسانت السيد سيرجي ستروكان أبدأ معك دكتور أحمد كزبري بداية من دمشق هل كان الشكل الزيارة يعني الشكل فقط من حيث أن الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو كان يعتبر هدف بحد ذاته بالنسبة للطرفين بداية تم مساء الخير أستاذ كامل أسعد الله مساء أعضيوفك الكرام سيدي الكريم كل ياتنا شفنا اليوم استفاق العالم اليوم على سونامي سياسي يعني زيارة الرئيس الأسد لبوتين بناء على الدعوة الشخصية من قبل الرئيس بوتين وتلبية هذه الدعوة من قبل الرئيس الأسد فخلى العالم كله يفي على سونامي سياسي هائل ما حدا قدر يعرف مضمون هذا الزيارة بوقتها بس أكيد الارتدادات لهالتسونامي السياسي حيكون في المرحلة القادمة تحت عنوان عريض بتصور هو سوريا في موسكو وروسيا في دمشق هذا باللتيجة الهدف الأساسي من الزيارة هو الزيارة فعليا يعني إتمام الزيارة بحد ذاته بهذا التوقيت بالذات اللي هو توقيت مفصلي بالمنطقة كلها ولا سيما بيظل تدخل الروسي ببناء على طلب الدولة السورية بالمساعدة على مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب طيب تسمحني أنتقل الدكتور فواز جورجوس في لندن أيضا دكتور هل تعتقد بأن الصورة كانت هي الزيارة هي القمة وهذه الصورة لمن أرادت موسكو أن توصلها طبعا الزيارة والصورة مهمة للغاية معنويا وسياسيا وإستراتيجيا ولكن أهمية الزيارة هي أنها زيارة الأسد لروسيا أنها وضعت حدا لكل التكهنات عن قضية الدعم الروسي للقيادة السورية وللأسد مباشرة هذا دعم مباشر دعم إستراتيجي للأسد هذا يرسل رسال الرئيس بوتين يرسل رسال للداخل والخارج أن القيادة الروسية ليست فقط تدعم الجيش السوري ولكنها تدعم الأسد شخصيا أنه هو رمز الشرعية وطبعا هذا رصيد إستراتيجي للأسد لاند لأنه بالفعل انتقل من وضع رفاعي إلى وضع هجومي ويبدو أن بوتين بالفعل الآن هو في وضع القيادة نحن نتكلم عن الأسد أيضا علينا أن نتكلم عن بوتين هذه الزيارة الحقيقة تعكس صورة يحاول من خلالها الرئيس الروسي إرسالها إلى النظام الدولي أنه في مركز القيادة أن سياسته وإستراتيجياته في سوريا تعتمد على الدولة السورية وعلى أن الحل يمر فقط من بوابة موسكو وطبعا هذه الزيارة جزء لا يتجزأ من المبادرة الروسية يعني الملفت أنه بعد زهاب الأسد من روسيا اتصل فورا الرئيس الروسي بالرئيس التركي الملك السعودي الرئيس المصري والملك الأردن هذا ما سأتحدث به دكتور لكن دكتور فواز بالنسبة لقادة الغرب بالنسبة لأوروبا تحديدا بعيدا عن الولايات المتحدة مثل هذه الرسالة كيف يمكن أن يكون وقعها بالنسبة للسياسات والنظرة تجاه سوريا المنقسمة كما تعرف طبعا سلبية للغاية الرئيس الفرنسي قالها أن أي مبادرة أي عمل يعزز من قوة الأسد هو عمل سلبي ولا توافق عليه فرنسا هذا الكلام خطاب السياسي ولكن بالفعل التحرك التدخل الروسي الموقف الروسي الصلب كل الأعمال العسكرية الميدانية يبدو أنها خلطت الأوراق وأدت إلى تغيير تدريجي في المواقف الأمريكية والأوروبية الولايات المتحدة كانت تقول أنها لن تتعاون لن تنسق مع روسيا يبدو أنه بالفعل يوم الجمعة القادم يعني بعد يومين تلاتي هناك اجتماع مهم يبدو حتى الآن بين وزراء الخارجية الروسي والأمريكي والسعودي والتركي وهذا يدل بالفعل على أن القوى الغربية يعني أن التدخل الروسي أدى الحقيقة بالفعل إلى تغيير المعادلة ومن هنا محاولة إيجاد نقاط تقاطع مع روسيا هذا لا يعني أنهم يقبلون بالنظرة الروسية لا يقبلون بوجود الأسد على المضى الطويل يريدون للأسد أن يرحل بعد ستة أشهر أو عدة أشهر من العملية الانتقالية طيب تسمحني أن نسأل البروفيسور كرباش أغلو في أنقرة بروفيسور بالنسبة لتركيا لأن الحكومة في تركيا سيد أردغان كانت لديهم انتقادات موجهة لشخص الرئيس السوري بشار الأسد تحديدا وهم من أكثر المتشددين حيال دور الرئيس السوري ومصير الرئيس السوري في أي حل سياسي في سوريا الآن بعد هذه القمة التي عقدت في موسكو هل تعتقد بأنه أنقرة تعد حساباتها أعتقد ذلك لأن التصريحات أردغان ولو كانت تصريحات ملتوية ولكن تدل دلالة واضحة على أن هناك تغيير في الرؤية التركية بالنسبة للسياسة السورية وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء وهو أيضا من جانب يصر على ذهاب بشار أسد من الرئاسة ولكن من جهة أخرى هو لا يعترض على المفاوضات بين الأطراف المعنية بذلك من الولايات المتادة وروسيا وتركيا وبعد دول الخليج وأردن وما إلى ذلك هذا تطور إيجابي في نظري لأننا منذ مدة كنا أيضا داخل الإعلامة التركية كنا نتحدث عن الأولويات وكثير من المحلل لنا السياسيين وكذلك عدد كبير من داخل حزب العدالة والتنمية كانوا متفقين على أن الأولوية في إيقاف نزيف هذا الدم ولذلك هذا التطور أعتقد إيجابي لكن مشكلة حزب العدالة والتنمية وكذلك مشكلة الرئيس أردوغان أنهم قدموا للإعلام التركي وكذلك للرأي العام العالمي بأنهم لن يتنازلوا عن إسقاط بشار الأسد هذا كان كلام كبير جدا وكان كلام ليس صائب كلام مخطئ لأن السياسة الخارجية تعتمد على التوازنات كما تفضل الأخ التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة تغيرت وخاصة في سوريا تغيرت تغيرا جذريا وهذا التغيص سيؤدي إلى تغير توازنات في دول أخرى في العراق وفي اليمن وكذلك في منطقة تشاركة سيد كرباجي أغلو أريد أن أستمع ستضطر أن تراجع أوراقها في مسألة الأزمة السورية ستضطر إلى ذلك كما تقول سيد كرباجي أغلو سيد سيرجي ستركان من موسكو مصير الرئيس السوري بشار الأسد دوره في المرحلة الانتقالية هو المعضلة الآن الأساسية بين روسيا وبين الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض دول الإقليمية التي تصر على أن يكون رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط لأي عملية سياسية أو حتى نتيجة لأي عملية سياسية يعني البعض يقول يبقى في المرحلة الانتقالية ولكن عليها أن يغادر في نهاية المطاف عندما يستقبل الرئيس بوتين الرئيس الأسد ما هي الرسالة التي تريد موسكو إيصالها في هذا المنح تحديدا موضوع مصير الرئيس السوري بشار الأسد الحديث عن رحيله من الواضح أن هذا هو السؤال الكبير وصدقني أن المجتمع الروسي يتساءل ما هي الدوافع الحقيقية للرئيس بوتين البعض يقول أن الرئيس بوتين يحاول أنقاذ الرئيس الأسد ويحاول أنقاء الأسد في السلطة مهما كانت ثمن والبعض الآخر يقول أنه ربما الرئيس بوتين وجهت دعوة إلى الرئيس الأسد من أجل مناقشة العملية الانتقالية في سوريا وبالتالي هؤلاء يقولون أن تفسير ذلك هو مغادرة الأسد للسلطة في النهاية وبالتالي هذا النقاش مستمر ولكن إذا نظرنا إلى تائج هذه القمة يبدو أنها كانت قمة غير عادية من عدة نواحي على سبيل المثال هذه لم تكن الزيارة الأولى غير المعلة إلى موسكو منذ أعوام نحن أيضا شهدنا زيارة سرية قام بها الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الذي كان يحاول منع موسكو من بيع الأسلحة إلى السوريا ولكن هذه المرة الأمر اختلف تماما الرئيس الأسد لم يكن بزيارة إلى موسكو فقط ولكن تم الكشف عن هذه الزيارة الكريملين قد كشف عن النقاش كشف عن الطالقات عن ما قيل من قبل قيل الجانبين الرئيس الأسد والرئيس بوتين بالتالي هذه المشاهد كانت مشاهد غير عادية وحاولت موسكو توجيه رسائل والسؤال التالي هو ما هي الدول التي يجب أن تتلقى هذه الرسائل بالتأكيد المجموعة الأولى من الدول هي الدول التي تريد بشدة الإطاحة بالرئيس الأسد بالتالي من خلال زيارة الأسد إلى الكريملين قد وجه رئيس بوتين رسالة واضحة لا تضغط علينا أكثر فيما يخص الإطاحة بالرئيس بشار الأسد نعم نحن نتحدث عن العملية الانتقالية ولكن هذه ليست المهمة الأساسية اليوم الإطاحة بالأسد المهمة الأساسية اليوم هي الحفاظ على الدولة السورية وعمل تفتيت الدولة السورية والمهمة الثانية هي إنشاء تحالف عالمي ضد الإرهابيين ضد الإرهابيين الدوليين الذين يشكلون تخديدات مماثلة لروسيا والتركيا والسعودية والأولئة المتحدة والحلفاء الغربيين إذن إذن هكذا ينظر إلى المسألة هنا وفيما يخص مصير الأسد هذا الموضوع الذي ترحته يبدو أن موسكو تحاول أن تجعل دول مثل تركيا والسعودية ورد المتحدة تحاول أن تجعل هذه الدول تفهم واقع ما يجري على الأرض أن الأسد لن يذهب إلى أي مكان في هذا الوقت وأنه الرئيس الشرعي وعنده رئيس أرجو أن تبقى معنا وأيضا باقي ضيوفنا بعد لقاءه ألاسد اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي مشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بالتنسيق مع القوى الدولية والأقليمية وبحث معهم الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث الأقليمية والدولية كما اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببوتن للاطلاع نتائج لقاء الأخير بالأسد منذ اندلاع الأزمة السورية تدرج الموقف الروسي في مستويات عديدة محافظا على ثباته إلى أن وصل مضطرا إلى الخيار العسكري تقرير جراسيا بيطار تدرج الموقف الروسي حيال الأزمة السورية من الدبلوماسية وصولا إلى الغارات الجوية ومرورا بمبادرات سياسية واقتصادية تسير موسكو في خيارها العسكري على قاعدة الولوج منه إلى الحل السياسي المنشود بعد إعادة ما تسميه توازن القوى على الأرض السورية فمنذ اندلاع شرارة الأزمة في سوريا رفضت موسكو بصراحة مطلقة كل المطالبات الغربية بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد وترجمت مواقفها بتصديها لمحاولات غربية متكررة في مجلس الأمن عبر استخدامها الفيتو أربع مرات منذ تشرين الأول 2011 إلى أيار 2014 خلال تلك السنوات تسارعت الأحداث بدءا من جونيف واحد ففي حزيران 2012 وضعت سوريا على طاولة المؤتمر الدولي الذي انتهى إلى الدعوة إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية ومذاك تضاربت حسابات الدول في ترجمة هذا الهدف رفع الغرب شعاره الشهير رحيل الأسد شرط لأي حل السعودية الحليف الوثيق لواشنطن في المنطقة تحدثت عن شرط رحيل الأسد سواء بالسياسة أو عبر حل عسكري استعارت الأزمة السورية فبرزت موسكو في دور الوسيط بين الدولة والمعارضة وفي آب 2013 اندلع ما سمي بالحرب الكيميائية فطرحت روسيا مرة أخرى مبادرة لمنع الغرب من الاعتداء على سوريا وحذرت موسكو الغربة من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار كل منطقة الشرق الأوسط وبعد جنيف 2 ومطالبتها بجنيف 3 اتضح في القاموس الروسي أكثر عنوان المعركة الأولوية لمكافحة الإرهاب يمد فلاديمير بوتين يده لإنشاء جبهة لمحاربة الإرهاب مقترحا أن تضم سوريا والأردن والسعودية وتركيا اجتماعات عسكرية عديدة عقدت في هذا الإطار لكنها انتهت بتصريح لعادل الجبير يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر من خلال استمرار المطالبة بتنحي الأسد كشرط للحل تزايدت مخاطر الإرهاب فوجد بوتين نفسه أمام حل عسكري يمهد للحل السياسي المنشود لأزمة سوريا أعود من جديد إلى ضيوفي دكتور فواز جورجوس في لندن عندما يقوم الرئيس الروسي بعد القمة مباشرة بإجراء العديد من الاتصالات مع الرئيس المصري مع الملك السعودي أيضا هناك اتصال جاءه مننا الرئيس التركي رجب طيب أردغان جولة هذه الاتصالات ماذا توحي بعد القمة مباشرة هل توحي فعلا وتصب في وجه النظر ضيفي من موسكو الذي قال بأن ربما الشكل يكون يبعث برسائل ولكن هناك مضمون لهذه القمة استدعت أن يأتي الرئيس السوري ويغادر سوريا لأول مرة ربما بشكل معلن إلى موسكو أولا هذه ليست المرة الأولى التي يحاول الرئيس الروسي إيجاد مظلة إقليمية ودولية لمواجهة الأولوية التي تعتبرها روسيا هي أولوية مواجهة الإرهاب هذه الحقيقة المباذرة للرئيس الروسي شخصيا ومن هنا الحديث الذي دار بين الرئيسين بالأمس كان الحقيقة عن الأولوية هي للإرهاب ومن ثم العملية السياسية واتصال الرئيس الروسي وخاصة بالزعماء الإقليميين هو جزء لا يتجزأ من محاولة لإيجاد مظلة إقليمية للتدخل الروسي وأيضا إيجاد تحالف إقليمي ولكنه من الصعب بمكان كما تعلم أن تقبل تركيا أو المملكة العربية السعودية في الدخول بمثل هذا التحالف وخاصة أن الهدف الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية ولتركيا هي إسقاط الأسد وليس بقاء الأسد في السلطة وعلى الرغم من كل نحن نتحدث عن زيارة بحد ذاتها الزيارة مهمة للأسد لدرجة أنها زيارة إستراتيجية لأنه بالفعل الآن لديه نوع من الدعم الإستراتيجي الآن الأسد في وضع حجومي وليس دفاعي ولكن السؤال النقدي هل بالفعل يمكن للقيادة الروسية أن تغير من المعادلة الإستراتيجية في سوريا علينا أن لا ننسى أن كل المبادرات السياسية حتى الدخل العسكري ما لم يتم ترجمته على أرض الواقع إلى حقائق مدانية هذه الزيارة يمكن أن تكون جولة ولكن سوف يكون هناك عشرات الجولات كما تعلم النقطة الأولى النقطة الثانية قراءة المتواضعة أن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة طبعا يتحدثون مع القيادة الروسية ولكن هم يدعمون الآن وبشكل يعني مهم للغاية المعارضة وبالفعل سوف نشهد تصعيد مداني خطير للغاية في الأيام والأسابيع القادمة والقيادة الأمريكية تعول على أن الجولة الثالثة والرابعة سوف تفشل القيادة الروسية في تغيير ميزان القوى على الأرض سوف تصل إلى حائط مزدود وعندئذ سوف يعني تعود الكرة إلى ملعبها الرئيسي وهو مستقبل الرئيس السوري لأن الحقيقة المعضلة الرئيسية هو طبيعة الحكومة الانتقالية ووضع الأسد في هذه الحكومة الانتقالية دكتور أحمد كزبري في دمشق أيضا ألا توحي الاتصالات التي يجرها الرئيس الروسي والاتصالات التي تلقاها الكريملين بأن ثمت شيء هام حصل أو بأن الكريملين البوتين حصل على شيء من الرئيس السوري بشر الأسد أراد إبلاغه لهذه الأطراف هي توجيه أولا هي تحدي للدول القائمة بالحرب ومتورطة بالحرب على سوريا وبذات الوقت هي تحدي لهذه الدول وتوجه رسائل هذه الزيارة توجه رسائل بشقين الشق الأول أرادت موسكو إيصال رسالة تقول لكل الدول بأن الرئيس الأسد ليس فقط موسكو تدعم سوريا كدولة وإنما تدعم الرئيس الأسد كرئيس شرعي لهذه الدولة وقائم على رأس السلطة ودوره الكبير يعني بشخصه كشخص الرئيس الأسد ودوره الكبير في قوة التحالف بين سوريا وروسيا والنقطة الهامة هي توصل رسالة أخرى تقول من يريد حل سياسي حقيقي للأزمة السورية فعليه عدم إرسال رسائل مخطئة إلى روسيا سواء بشكل مباشر أو عن طريق الإعلام إذا كنتم ترودون حلا سياسيا في سوريا فالحل السياسي موجود لدينا هذا هي الرسالة الرئيسية أنا أعتقد ودليل بعد هذه المقابلة أو زيارة والقمة الهائلة بين الرئيس الأسد والرئيس بوتين قام بالاتصال بالرؤساء والزعماء معنيين بشكل مباشر بالحرب الدول الإقليمية كثير معنية به الموضوع وبالذات وعلى رأسهم الدولة التركية لا يمكن التكهن بصفقة دكتور أحمد ماذا تقصد بصفقة يعني هناك مثلا التزامات للحل السياسي هناك ضمانات قدمت فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية هناك أفكار جديدة ربما تطرح مبادرة وافق عليها الرئيس الأسد يعني ربما يكون شيء جديد أو اختراق جديد حدث خلال الزيارة هو السابت سيدي التفاهمات الروسية التي كانت روسية السورية وصلت لحد التطابق التام يعني لو لم يكن هناك تطابق تام في الرؤية بين القيادة السورية والقيادة الروسية لما جرى الدخول العسكري وطلب المساعدة وفق القانون الدولي من قبل الدولة السورية ولا ما جرى تنفيذ هذا الطلاب والتأكيد عليه من قبل روسيا يعني بداية لازم نعرف أن هناك تطابق دولي في الرؤية وفي الأهداف وفي الاستراتيجيات النقطة الأخرى ميدانيا تم الحديث بنهاية اللقاء بين الرئيسين على الوضع الميداني وشرح العمليات العسكرية وهذا شرح العمليات العسكرية بين قائدين للجيش السيد الرئيس الأسد هو القائد الأعلى للجيش السوري والرئيس بوتين هو القائد الأعلى للجيش الروسي وبالتالي هذا يعطي صورة واضحة ومؤشر واضح أن التطابق العسكري التام كان منه الهدف الأساسي الواضح هو تطابق الرؤية في مكافحة الإرهاب وصولا للمدخل الحل السياسي يعني السيد الرئيس الأسد والسيد الرئيس بوتين كمان بالمقابلة اللي حكوا فيها أو بالخضاب اللي حكوا ذكروا صراحة موضوع الحل السياسي بس ما ممكن يصير تنفيذ لأي حل سياسي إلا بعد القضاء على موضوع الأرهاب وبالتالي موضوع الأولويات أو تزامن المسارات كمان في تطابق عليه بالرؤية بين القيادتين بين الرئيسين تحديدا بروفسور كرباج أغلو في أنقرة الرئيسة التركية رجب طيب أردوغان مباشرة تصل بالكريملين للتعرف أو للطلاع على نتائج اللقاء بوتين بالأسد ما الذي كان يريد أن يعرف والسيد رجب طيب أردوغان تحديدا من أجواء هذه الزيارة وحاول موضوع التغير الذي ذكرت قبل قليل بأن تركيا يجب عليها الآن أن تغير من سياساتها لأن التوازنات تغيرت أريد أن أربط هذا السؤال أو هذه الفكرة بما قاله الدكتور فواز لو سمحت بلندن حيث قال بأن هناك قوى أخرى ستحاول إفشال روسيا والوقوف في وجه عبر تسليح المعارضة تركيا أين ستكون في هذا طبعا بنسبة لنظام الحزب العدالة والتنمية إذا أعدنا النظر إلى بداية تأسيس هذا الحزب كان فعلا قوة سياسية قوية جدا وصل إلى السلطة بحضور قوية جدا جدا وهذا النجاح أدى إلى نوع من السكر أو من التعالي أو إلى الغطرصة وبهذا في هذا الجو بدأ حزب العدال والتنمية يريد أن يلعب في المنطقة دور الأمريكا الصغيرة لتعقيق أهداف الحلف الناتو وكذلك الولايات المتحدة بالاعتماد على القوى السياسية الإخوانية أو صنية على هذه قولهم طبعا بالإضافة إلى ذلك كانوا يحلمون بتأسيس الخلافة الأثمانية من جديد كما نطق به الأحمد داود ثم أنكر هذا الأمر ولكن القل يعلم بأن الحكومة الحزب العدال والتنمية عندهم أحلام نوايا في تأسيس الدولة الأثمانية من جديد في المنطقة وهذه التعالي والغطرصة أدى إلى الأخطاء الاستراتيجية بنسبة لسياسة تركيا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وكذلك بالنسبة لمسألة السياسة السورية بتحديدا وطبعا عندما تغيرت الظروف وتغيرت الموازين في المنطقة والتوازنات كذلك من الصعب جدا أن يعترف إنصار خطأه وهذا أيضا هذا ثقيل جدا صعب على نفسية أردوغان المتعالي وكذلك دوودول بالمناسبة يجب أن لا نظم الرجل أردوغان في نظري أن المحرك الأساسي في هذه الخطوات الخاطئة بالنسبة منطقة الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة لسياسة السورية هو أحمد دوودول أعتقد لأنه هو كأكادمي جامعي جلس على الطاولة وكتب أشياء كثيرة وظن أن تعقيق هذه الأفكار سهلة جدا على أرض الواقع ولكن تعلم أشياء كثيرة تعلم عندما كان وزير الخارجي وكذلك هو يواصل أن يتعلم أشياء كثيرة بالنسبة لإدارة الدولة وكذلك الشؤون السياسية في المنطقة أعتقد هم سيبحثون عن وسيلة أو حل لا يؤثر في شعبية أردوغان وظل بسبب قرب الانتخابات التركية لأنه بعد أسبوع سيكون هناك انتخابات وهذا بالنسبة للانتخابات الداخلية العامة الخطوات السياسات الخارجية مهمة للقاية وظهور فشل أو خطأ الحكومة التركية في السياسة الخارجية سيؤثر في ممتاز سمح لي أن تقل إلى موسكو سيد كرباشو سيؤدي إلى زعزعة مكانة أردوغان في تركيا سيد سيرجي ستركان في موسكو بالنسبة لتوقع بعض القادة الغربيين والولايات المتحدة أيضا بأن موسكو سوف تفشل في سوريا هذا التوقع طبعا غير مبني على نظريات فقط أن موسكو يعني توقعات أن موسكو سوف تفشل هم سيعملون على إفشال روسيا في سوريا اليوم يلفتنا تصريح وزير خارجية قطر سيد خالد العطية عندما يقول أن قطر تريد أن تتدخل مثلا عسكريا في سوريا يرد نائب وزير خارجية السورية ويقول أن دمشق سترد بقسوة هذا يعطي مؤشر أليس كذلك على أن موسكو سوف تواجه صعوبات وأن ما تقوم به موسكو الآن من دعم للرئيس السوري بشار الأسد ومن دعم للجيش السوري وللحكومة السورية لن يفرض توازنات جديدة بشكل سلس إنما سيكون هناك مقاومة لذلك حسنا من الواضح أن زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو قد زادت من المخاطر عزت المخاطر فيما يقص المغامرة في سوريا بنسبة الولايات المتحدة وللحلفاء الأقليميين والقوى الأقليمية خلال المناقشات نحن جميعا الآن نتحدث عن سوريا ولكن أنا أقترح أن ننظر إلى الوضع من منظار أوسع وأن نعرف ما هي الآثار للمنطقة بأكملها إذن لماذا موسكو تصر على هذا الموقف في سوريا لأن هذه المسألة لا تتعلق فقط بسوريا هذه المسألة أيضا تتعلق بمن الذي سيضع قوانين اللعبة في المنطقة من الذي سيدير المسرح داخل المنطقة وبالتالي الأجواء التي تسيطر هنا هي أن من خلال توجيه الدعوة إلى الرئيس الأسد أراد الرئيس بوتين أن يقول لهم الذين الذين يريدون الإطاح بنظام الأسد أراد أن يقول لهم أن موسكو ستحاول لعب دور محوري بحل الكثير من القضايا في المنطقة لا تقتصر فقط على سوريا العراق ليبيا وأيضا فلسطين لذا لا يمكن تجاهل موسكو هذه كانت رسالة بالتالي إذا فشلت روسيا في سوريا كما تقول حينها خطة الرئيس بوتين لن تنجح كما في الكازينو الجيوستراتيجي ولكن في حال زادت من المخاطر وعززت روسيا الدور وإذا انتصرت روسيا الانتصار سيكون هائل وكبير والانتصار لن يشمل للسوريا فقط روسيا ستقدم نفسها كقوة رياضية في الشرق الأوسط وهذا سيكون تغيير جوهري بعد تفتيك الاتحاد السوفيتي وكما تعرف خلال الأعوام الأولى لانهيار الاتحاد السوفيتي شاهدنا إذلال لروسيا وأيضا اعتبرت روسيا بأنها ليست بها القوة بالقلو قوة قوية إذن رئيس بوتين يريد تغيير هذا المشهد بشكل كامل وربما الرئيس الأسد في سوريا قد يلعب دور محوري فيما يقص إعادة أحياء الدور الروسي والمصالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط أرجو أن تبقى معي سيد سيرجي سترغان وأيضا ضيوفي في أنقرة دمشق ولندن نتوقف مع فاصل نكمل بعده مباشرة في هذا الملف مجددا حياكم الله القمة الروسية السورية جاءت لتبعث أكثر من رسالتنا أبرزها عمق التحالف بين البلدين شراكة استراتيجية في الحرب على الإرهاب وبعد القضاء على الإرهاب تقرير ديمة نصيف الرئيسان بشار الأسد وفلاديمير بوتين قمة في الكرملن ساعة قليلة لكن الرسائل كثيرة ولن تكون الحرب أو السلم في سوريا بعدها كما كان عليه قبل قمة الرئيسين البيان المشترك تعد مجرد التسجيل المسبق لنقاط الاتفاق تحول استثنائيا إلى محضر معلما للاجتماع ورسالة عن شراكة تنعقد في الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء عليه لا مجرد ضربات أمريكية مبعترة من دون هدف واضح فالقمة تأتي لتؤكد انخراط روسيا بقوة إلى جانب سوريا قمة الرئيسين السوري والروسي استردت العملية السياسية أيضا من مرجعيات جناب وغيرها التي تضع أفقا ومخرجا للحرب بيد موسكو ودماشق وتواصل تحييد القوى الإقليمية ولا حل سياسيا إلا من الداخل السوري وبعد القضاء على الإرهاب الزيارة أيضا أكدت صوابية الموقف السوري عندما كانت تشخص الحالة في سوريا أنها تحارب إرهابا يشكل خطرا ليس فقط على سوريا وإنما على سوريا وعلى المنطقة وعلى العالم الزيارة القمة ومغادرة الرئيس إلى موسكو وعودته في يوم واحد رسالة رمزية قوية أخرى على ثبات الدولة السورية وحلفائها بعد أعوام الحرب الأربعة دون تغيير أو تراجع وعلى إمساك الرئيس الأسد بكل مفاصل السلطة ورسالة موسكو ودماشق الأخيرة بأن الحرب والعمليات العسكرية ضد الإرهاب ستتساعد لتحقيق كل من عقدت عليه هذه الشراكة هزيمة الإرهاب وعملية سياسية في سوريا ديماناصيف ديماشق الميادين الرئيس الروسي الذي يمسك بيده مواجهة الجماعات المسلحة يسعى إلى الإمساك باليد الأخرى زمام الحل السياسي لكنه يشير إلى بوابة الطريق عبر الرئيس الأسد قراءة لقاسم عز الدين على أصداء العملية العسكرية في سوريا رسمت موسكو خريطة الطريق لهزيمة داعش والجماعات المسلحة بحسب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرس واشنطن فوتت على نفسها فرصة القيادة في الحرب على الإرهاب كما يقول السيناتور الجمهوري تيدي كروز فبات عليها أن تقلد روسيا في العراق وأن تخلي المكان لموسكو في سوريا في محاولة لإثبات حضور فاعل تحاول الإدارة الأمريكية التحرك في الميدان السياسي وفق البيان الرئاسي في الأمم المتحدة لتأسيس مجموعة اتصال تضم الدول المعنية بالأزمة السورية جون كيري يعمل على عقد اجتماع وزاري على هامش قمة العشرين في تركيا في مسعى إيجاد مخرج للاعتراض السعودي على مشاركة إيران في مجموعة الاتصال لكن إيران حاضرة في لقاءات روسية أوروبية إيرانية موازية رأتها فيديريكا موغريني طريقا للمضي نحو الحل السياسي في سوريا أشبه بمفاوضات الملف النووي الإيراني الإدارة الأمريكية لا تزال تدعو إلى رحيل الرئيس الأسد يوما ما على ما يقول وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إنما عينها على موقع مؤثر في بحث العملية السياسية كما يشير جون كيري القمة الروسية السورية في موسكو تتضمن إشهارا بأن روسيا تمسك بزمام المبادرة في الحل السياسي كما تمسك بمواجهة الإرهاب في هذا السبيل أوضح الرئيس الروسي أنه سيجري اتصالات مع قوى دولية أخرى بالتزامن مع مكافحة الإرهاب في إشارة إلى الصين وربما إلى دول بريكس بوتين يشير في لقاء القمة في موسكو إلى أنه يحظى بموافقة الرئيس الأسد على هذه المساعي لكنه ربما يشير إلى الدول التي تبحث عن حل سياسي بأن دخول البيوت من أبوابها في دمشق وعود إلى ضيوفي من جديد دكتور فواز جورجوس في لندن إذا ما أردنا أن ننطلق من التقرير الذي أعرضناه قبل قليل حول الحل السياسي إلى ما تؤسسه المرحلة المقبلة في هذا الوضوح الروسي في التدخل بالمشهد السوري سواء على المستوى العسكري أو السياسي ماذا يمكن أن نستشرف لأيام أو المرحلة المقبلة في سوريا يعني أولا علينا وضع النقاط على الحروف صحيح أن القيادة الروسية تحاول التواصل مع القيادات الإقليمية التركية والسعودية ومع الولايات المتحدة ولكن هناك مسارين متلازمين صحيح أن الرئيس التركي يتفصل بالرئيس الروسي ولكنه في ذات الوقت هو الحقيقة أيضا يرسل أسلحة نوعية إلى الفصائل المسلحة في سوريا والمملكة العربية السعودية تقوم سوريا بالفعل الآن حروبا بالوكالة وبشكل خطير للغاية نقطة الأولى النقطة الثانية بالفعل بوتن هو الآن لديه القدرة على المناورة وهو بالفعل يدير الحركة الدبلوماسية والسياسية في سوريا لعدة أسباب أولا لديه الرغبة والإرادة بالتدخل العسكري الاستثمار الإستراتيجي كما رأينا الغياب الولايات المتحدة الولايات المتحدة وهذه نقطة جوهرية لا تريد التدخل عسكريا في سوريا لا تريد مواجهة مع روسيا لا في سوريا ولا في أي دولة أخرى الاتحاد الأوروبي ونيتو أيضا ليس لديه الرغبة أو الإرادة في مواجهة روسيا ومن هنا المباذرة الآن بيد الرئيس الروسي ولكن أعود إلى النقطة الرئيسية هل يمكن للرئيس الروسي بوتن أن يترجم استثماره الإستراتيجي في سوريا من خلال حقيقة تعويم الأسد هذه نقطة صعبة للغاية لأن لا القيادة الأمريكية ولا القيادات الأوروبية ولا القيادات الإقليمية حتى لو أرادوا القبول بالأسد بالبقاء بالسلطة أكثر من عدة شهور في المرحلة الانتقالية يستطيعون التنازل على أن الأسد عليه أن يرحل ومن هنا السؤال الرئيسي ما الذي سوف يحدث إذا فشلت القيادة الروسية في إقناع القيادات الإقليمية والدولية بإيجاد تحالف إقليمي ودولي ضد الإرهاب هل سوف يستمر التدخل الروسي ست أشهر سبع أشهر سنة هل يمكن لروسية الاستثمار استراتيجيا لسنة سنتين ثلاث سنوات في سوريا ومن هنا التعويل على أن القيادة الروسية سوف تفشل على المضى الطويل الولايات المتحدة لن تفعل شيئا سوف تترك روسيا أن تغرق في الرمال أو في المستنقع السوري كما يتحدث بعض الإستراتيجيون الأمريكيون سوف نسأل الدكتور أحمد كزبري حول رأيه في هذه المسألة إذا كان يتوقع أيضا دكتور أحمد السيناريو الذي رسمه الدكتور فواز جورجوس في لندن لا أنا بختلف شوي مع الدكتور فواز لنقطة مهمة أول شيء الميدان هو الأساس وهو اللي حيحكم المرحلة القادمة والتعويل على الميدان التنسيق القائم بين الجيش الروسي والجيش السوري هو الأساس بالحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب ما رح تطول بسنوات بدليل أن الدخول الروسي والشيء اللي صار خلال أسبوعين من الطلعات الروسية ودخول الجيش السوري على الأرض بتنسيق كامل بين سلاح الجو الروسي والجيش السوري على الأرض مع حلفائه أدى إلى نتائج أهم بكثير مما يقوم في التحالف الأمريكي مع 66 دولة وعلى مدى أكثر من عام فيه شيء واضح صار تماما أن الأمريكان ما بدهم ينهوا موضوع الإرهاب هم بالعكس يستغلوا الإرهاب ويوجهوا ويستخدموا داعش لمصالح سياسية إذا شفنا هلأ فيه تزامن صار مع هذا الحدث خلال يعني فيه متزامن مع هذا الحدث صار أمرين هامين توقيع الروس والأمريكان على اتفاقية الأجواء مشاملون في الصدام جوي للطائرات بيناتهم هاي نقطة هامة والنقطة الأخرى التحرك اللي عم يقوم فيه جون كيري لو أعلنوا أن يوم الجمعة فيه اجتماع بفيننا بين الرؤساء الخارجية السعودي والتركي والأردني والأمريكي لبحث المسألة السورية تحديدا بس النقطة الهامة كمان اليوم بتصور المشهد لسه لازم يكون فيه انتظار لانتهاء الانتخابات التركية الانتخابات التركية هي مفصل هام كتير هيكون في المنطقة لأنه هي اللي رح تحدد إذا كان أردوغان ما أخذ حزب العدالة والتنمية ما قدر يستطيع بالانتخابات يأخذ أغلبية مطلقة لتشكيل حكومة إذا أخذها سيكون فيه له ترتيب بجوز يبقى على السياسة اللي هو ماشي فيها وإذا ما أخذ أغلبية واضطر ليعمل التحالف لتشكيل الحكومة بالتالي هذا حيث على السياسة الخارجية لتركيا قولا واحدا دقائق قليلة وأريد أن أسمع رأي سيد سيرجي ستروجان من موسكو بعد ذلك إذا كان لدينا أيضا وقت نسمع البروفيسور كورباج أغلو حول موضوع المرحلة المقبلة سيد سيرجي ستروجان المرحلة المقبلة هل روسيا لديها رؤية واضحة حول الخطوة التالية في سوريا من الواضح كما قلت سابقا أن هدف موسكو الأساس هو فقط تأجيل مسألة العملية الانتقالية السياسية ومسألة تنحي الأسد روسيا تريد تأجيل ذلك والحفاظ على الوضع كما هو عليه ومحاولة إنشاء تحالف دولي ضد ما تصفه موسكو بأنه تهديد دولي إرهابي ومخطط دولي إرهابي بالتالي موسكو تعتبر أن هذه مسألة يجب أن تكون أولوية وعلى كافة قوى وضع الخلافات جانبا ومنع داعش من الاستلاع على السلطة في سوريا ومنع من تفتيت الدولة السورية ولكن أريد أيضا أن أشير النقطة أخرى مهمة خلال هذا النقاش بين روسيا والمنافسين السؤال الأساسي هو ما الذي سيحصل على الأرض ماذا سيحدث في الميدان هناك سيناريو السيناريو التفاؤلي بالنسبة لموسكو هو في حال استطاع الرئيس الأسد أن يستعيد زمام المبادرة وأن يمسك بالبنية التحتية الاستراتيجية داخل سوريا والاستلاء واستعادة المناطق التي خسرها هذا السيناريو معين وهذا سيكون مكسب كبير لسوريا ولموسكو ولكن في حال شاهدنا خلال الأسبوع والأيام المقبلة في حال شاهدنا أن هذا الهجوم يفتقد إلى الزخم الهجوم الروسي السوري وفي حال أيضا شاهدنا مقاومة قوية ضد القوات التابعة للأسد حينها سيتبين أن موسكو والأسد سيتبين أن هذه الأطراف لا تستطيع الضغط من أجل عملية انتقالية سياسية ستطاق الأسد المزيد من المجال للتعاطي مع الوضع بالتالي أعتقد أن الكثير من الأمور تعتمد على السير العملية العسكرية على الأرض من الذي سينتصر وأعتقد أن إذا حددنا من هو الذي سينتصر ويسيكون لديه النقطة القوة حينها ربما نستطيع أن نتكهن فيما يقص الدبلوماسية والسياسية أشكراك جزيلا شكر سيد سيرجي ستروكان الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة كوميرسانت كنت معنا مباشرة من موسكو أيضا شكر لبروفيسور خيري كرباج أغلو المحلل السياسي من أنقرة أيضا أشكر الدكتور أحمد كزبري عضو مجلس الشعب السوري من دمشق ومن لندن دكتور فواز جورجوس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن فررت قمة بوتن الأسد نفسها على جدول الأعمال الإسرائيلي مع الاهتمام الذي أولاه معلقون إسرائيليون بالقمة شكلا ومضمونا ساعات معدودات فصلت بينما نشر في إسرائيل عن أن تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يشير إلى صعوبات تنتظر العمل العسكرية الروسية في سوريا وبين الأعلان المفاجئ عن لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والسوري بشار الأسد المفاجأة الروسية السورية قفزت إلى واجهة الاهتمام الإسرائيلي شكلا ومضمونا في الشكل توقف معلقون إسرائيليون عند الطريقة التي استقبل بها الأسد في الكراملين لأول مرة يخرج الأسد من سوريا لزيارة بوتن في موسكو حيث تم استقباله في الكراملين استقبال الملوك على يد بوتن روسيا تستقبله كرئيس شرعي لسوريا بكل احترام وترحاب وهذا بحد ذاته تحدي للولايات المتحدة الأمريكية وفي المضمون برز اهتمام إسرائيلي بنعكاس لقاء القمة على مصير الأسد ومستقبله انتهاء زيارة الأسد لروسيا كانت سببا لكي يبتسم فالأسد سافر إلى موسكو ليضع في يدي بوتن مفاتيح المفاوضات السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب الأهلية في سوريا حصل الأسد من بوتن على حصانة أنا أعتقد أن الأسد خرج متشجع من هذه الزيارة معلقون أشاروا إلى أن قمة الأسد بوتن قطعت الطريقة على دعوات وتقديرات ترددت في إسرائيل في الأيام الماضية لإلحاق هزيمة استراتيجية بإيران وحزب الله عبر إسقاط الرئيس بشار الأسد